معاقم أنا إذا مات الطرفي لم أمت أنا هذه العبارة التي يضعها عبد العزي الشريف في مقدمة صفحته الشخصية على تطبيق الفيسبوك وأيضا على وكه الحياة فهو يحيى حياة الأبطال بطلا للتكديف وبطلا ضد اليأس والقنوط عبد العزي الشريف يرفع اسم سلان عاليا ويفوز بالبطولة الإفريقية للتكديف فحصل البطل عبد العزي الشريف المركز الأول على مسابقات البطولة الإفريقية في دورتها الثالثة عشر فكان قد تسابق عدة مرات ليحصل على اللقب ليفوز بذلك في جميع مراحل المسابقة فقد حصل مسبقا على الميدالية البورنزية في كل أولمبيا توكيو في العام 2020 فريق السودان للتكديف عمل لشهور طويلة في التدريب والاستعداد للمسابقة التي أثبتوا فيها جدارتهم ليرفعوا علم السودان عاليا كما وغنى الفريق السوداني أثناء الفوز النشيد الوطني ورفرف العلم السوداني عاليا كما نفس بطل السودان أبطالا من دول كينيا والأرجنتين وألمانيا قبل أن يصل للتصفية النهائية وعرب البطل عبد العزي الشريف عن سعادته بالتأهل للمرحلة الأخيرة الأولمبيا توكيو قال أشكر كل من دعمني بالدعوات ولولا وقفة الشعب السوداني لما نجح وقال أهدي هذا النجاح لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة هذا هو عزي الشريف الذي تويج البطل الأول الإفريقية والرابع في العالم مشاهدي ومتابعي فضاية الخرطوم أهلا ومرحب بيكم أينما كنتم نطلع عليكم عبر برنامجني ليبدأ من هنا في فغرة فنجان قهوة فنجان قهوتنا اليوم بطعم مختلف بطعم البطولة يسعدني في المساحة دي أرحب البطل عزي الشريف الذي أحرز المركز الأول على مستوى أفريقيا يسعد صباحك وياها لبك مرحب بيك ومرحب بيستاذ المشاهدين وصباح الخير للشاهد المساحدين عزيز عايزين نعرف أولا ما هي لعبة التجديف ومدى حبك لها والمطلوبات في اللعبة شنو طيب التجديف واحدة من الألعاب المائية واحدة من الألعاب المائية اللي دخلت في دي من الألعاب الأولمبية والبارة أولمبي مؤخرا والتجديف يتمارس في النيل أو في البحر المعدات المطلوبة أو المستخدمة في التجديف اللي هي القارب والمجاديف بالإضافة اللي لازم يكون في النيل أو في البحر وعلشان الشخص يبقى مجدف لازم شديد أنه يجيد السباهة لأنه شرط أساسي أنه هي لعبة في المائية و... بس يعني عبد العزيز عايزين تكلمنا عن مشاركاتك وإنت نافست نافست الحمد لله نجحت في التأهل كلمنا عن المنافسة منافسة كانت ما سهلة طيب أنا بديت التجديف في 19 مارس 2019 والحمد لله خلال السبع شهور فقط أنا قدرت أتوجب لغبة الغارة السمراء و... حقيقة يعني الناس اللي بتشوفي أنه أنا اتوجت بالبطولة والناس بتقول أنه يعني أنا كنت أبقى من فترة طويل أو أنا ما علاقتني صعوبات لكن يعني حقيقة أنا مريت بصعوبات شديدة خاصة أنه نحن في البلد هنا كان مرين بفترة صعبة وغير ده كان نحن يعني بأقل الإمكانيات في البلد هنا نحن ما عندنا إمكانيات بتاعت المعدات الرياضية الملازمة لممارسة المنشط وغيره ولكن الحمد لله يعني واحد كان عنده الإرادة والعزيمة لأنه داري حقك حاجة حدف والحمد لله يعني ربنا وفغنا بما إنك قلت عزي الشريف إنه الإمكانات ما كانت سهلة يعني البيئة ناقصة شنو عشان الإنسان السوداني واللعب السوداني والشاب السوداني يقدر ينافي صبطة للعالم طيب التجديف دير ليو يعني مسطحات مائية معينة ودير ليو معدات لأنه اللاعب يقدر يدمرن به خارج الموية وداخل الموية وغير كده يعني رعاية وحاجات يعني إحنا في السودان هنا للأسف ما في اهتمام شديد بمنشطة بباقي المناشط في في السودان ما في اهتمام بباقي الرياضات وكده يعني بيني نلقين أنه الجهات أو الوزارة الشباب والرياضة مصلت الضو كله على الرياضة الرياضة معينة اللي هي كرة الغدم فقط وفي هنا يعني التجديف يعني واحدة من الألعاب الممكن يعني لو سلطوا الدوع عليه شوية ودعموا اللعيبة ممكن يعني نحصل على نحصل ميداليات في الأورمبيات البريد نظام يعني طيب الناقص شنو في اللاعب السوداني عشان يصل للعالمية زي عز الشريف لما رفعوا العلم السوداني كان إحساسك شنو؟ طيب هو أي لعب عشان يقدر يعني يحافظ ويقدر يعني يقدم أفضل معندو اللي هو بيكون مهتاج لنه يعني بنيني نلقى أنه اللعيبة السودانيين اللي بيقدروا اللي عبروا أو اللي قدروا يعملوا النجاحات أغلب اللعيبة بجهدي خاص منهم بنيني نلقى أنه الدولة ما بتحتم بالرياضين فعشان كده بنيني نلقى يعني في موظم الرياضين اللي بمشي بمسجل السودان بمشي وهم بلاقوا ناس مستعدين كامل الاستعداد عزي الشريف من عازف بيانو لبطل التجديف عايزي نسمع حاجة صغيرة كده لنوشاهدين نسميه كم فنجان جبانا موسيقى 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 جميل جميل رائع هذا المبدع السوداني أكيد طيب عزي الشريف شاركت في توكيو وشاركت في تونس كلمنا عن مشاركاتك الجاية طبعا أنا الأولمبياد بتاع توكيو كان مفروض أشارك فيها لكن نسبة لأنه نحن عند المشكلة في الله اللجنة البارة أولمبيك المسؤولة الرياضة المعوغين في السودان فيها مشكلة فما كان عندنا إمكانت أنه نحن نشارك لأنه كان مفروض يتم ترشيه من قبل اللجنة البارة أولمبي وهي نشاطة واغف للأسف فأنا ما قدرت أمشي توكيو لكن إن شاء الله أنا اندي مشاركة في السنة الجاية في إيطاليا حالة البطول الدولي أو بطولة العالم للتجديف في قابراتي نفس المكان الأول مرة أنا مشيت بطولة العالم بتكون أبطال من مختلف الغارات ومن مختلف الدول فالمنافسة ما بتكون سهلة فأنا إن شاء الله حامل إعداد كويس شديد وأمشي يعني نحن نتعني بعد دمع ما دائرين أقلة من الدهب يعني إن شاء الله الشعب السوداني استاهل والسودان برضو يعني نحن دائرين يعني زي ما قال نجاسة منه نحن دائرين نتذر للعالم عن التلاتين سنة غياب يعني نحن حرفيا نحن نزبط للعالم إنه نحن قادرين ونحن جائيين يعني نتمنى لك التوفيق وإنت نافست أعظم المكدفين في العالم بجد رفعت راسنا وكنت فخري للسودان وإن شاء الله السودان يزدهر أكتر وأكتر بشباب الشائلين هم البلد ويكون السودان رائع بأمثال العزي الشريف شرفتنا ونورتنا في وضائط الخرطوم شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين ده كان في نجان قهوتنا بطعم البطولة لا لحد ما ألقاكم في مساحات غادمة عودة للزمل في الستوديو إلى اللقاء اشتركوا في القناة